بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم جديد في ساميرا كويزين بعد النجاح الكبير ديال الالد ارز مغربي بالخضار لتعدى ستادي المليون ديال المشاهدة بفضل الله تعالى وفضلكم اليوم كذلك غدا نقدم لكم طبق من اطباق الارز اللذيذ غايكون ان شاء الله بالسماك وبالفلة في الالوان كيجي سهل بسيط وسريع وكيجي في المدق دياله ولا الاد ولا ارواع كانت من ان شاء الله الفيديو ديال اليوم احتهوين للاعجب ديالكم واكيد كيف ديالي العجبكم ما تنسوش وجعني باللايك و بالشراك في القناة باش دائما يوصلكم الجليد بسم الله وحنا خدمين في طريقة التحضير وغاد نعطيكم المقادير ما تنسوش تقولونيا واش حتى انتوما كاتتخببوا كمية ديت الحوت ضروري كان حضرها الطبق هذا في العيد الكبير لانو استهلاك ديال الحم دائما دائما فكتطلع في الراس ضروري كانخبي هكي شي نوعات انتاع الحوت في المجمد باش كان نوعو شهوات ديالنا في العيد فعلى بركاتي اللي اخذي تربطة ديال قزبور مع نوس استدي الفصوص ديال التومة قطعتهم داتهم في الهاشوار غاد نضيف لهم قزبور يابس مطحون شوية ديال سكين جبير شوية ديال ابزار الكمون بزايد والتحميراء والخرقون بلدي مع واحد شوية ديال الهريسة غاد نضيف العطرية ديالي في الهاشوار مع ربيع والتومة غاد نضيف واحد اضافة راس المعلقة ديال بودرة الكاري ممكن تستغنو عليها وتكتفيو غيب شرمولة عادية غاد نضيف توابل خاصة بالسمك انا ممتوفرش عندي كنستعمل دائما العوض ديالها بودرة ديال الكروفيت كتكون مالحة لذلك ما ديش نستعمل الملح فغاد نضيف عصير حمضة كبيرة وغاد نضيف زيت الزيتون تقريبا واحد نسقاس ديال العنبة ديال زيت الزيتون غاد نطحن الكل جيدا واكيد عندي السمك اللي هو البواجو جوج سمكات احنا في المغرب اللي كان قولوا لقاع الأنواع ديال السمك كان قولوا لها الحوت فعندي جوج حوتات نتاع البواجو روايال ذاك الحمر الدهبي فمنضفين اكيد ومنقين مزيان من الداخل ومن برة وغاد ناخدهم هاد نجرحهم هاكين ديالهم شي في الحات حتى نوصل لذك سلسول ديالهم وغاد ناخد شرمولة ديالي وغاد نشرملهم من الداخل ومن برة وخاصة في ذلك الفتحات اللي درت بالسكين سوف يغاد نشرملهم زيان وغاد نخليهم واحد من الساعة يبقوا هاكدا كيشربوا ديال العطرية مزيان كي ما كتشوفو كان شرمل الحوت ديالي وما تنسوش تقولوا لي وشتنتو ما بحل أغلب يد الأسر اللي كان عرف كيخبيوا كمية نحتفظو بي لأنه المارشي ما كيخدمش في الأيام ديال العيد كل شي كيكون واخد عطلة فضروري كان حتفظو بالحوت في المجمد في الكونجيلاتور باش هاك يام كان كنكونوا مجموعين العائلة لالحم كتطلع في الرأس باش ما كتطلعش للحم دائما في الرأس سافي كان اخد هين الففلة عندي مقطعة العويدة نتع المعدنوس اللي خديت القزبور معدنوس قدرتهم في شرمولا ديال عويدة نتعهم فرشتهم تحت من الحوت البصلة دوائر يعني الخضر اللي كانت عندكم كتفرشوها منها كتهز طياب على الحوت ما كيلسقش في اللاطا كيبقى محافظ على شكل دياله منها كتعطانا واحد لاصوس غا نحتاجوه ان شاء الله باش نسقيو الروس ديالنا سافي غدي نخلي دك الحوت مشرمل نحطها كده ياو على جنب واحد نساعة وفهاد نساعة غدي نمشي ناخد نص كيلو ديال الاروز بسماتي اللي غسلتهم زيان حتى كيولي الما ديالو كيما كتشفوه معي شفف ونقي باش ما كيتعجنش عندنا وكي نخليه مرتب في هاد الماء نساعة سافي غدي ناخد دبايا ميقلات على النار غدي نوضع فيها شوية ديال زيت الزيتون وغدي نضيف فيها واحد ستا ديال الفصوص ديال التوما محكوكين وغدي نشحرهم على نار مهيلا غدي نضيف غي شوية ديال الملحة ومني كتذهب عندي توما غدي نضيف عليها بصلة كبيرة تكون شلدة بهات الشكل هادا وغدي نشحر الكل جيدا مع التحريك حتى كتنزل عندي البصلة احنا ما بغينا هاش تحمر او تعسل غي كتنزل واحد شوية صافي غدي نضيف باقي الخضار اللي غدي تخلط ان شاء الله مع الروز كيجي الروز محبا طويلة وزوين وكيجي مع هاد الخضار يعني من قاش ناكلو غير الروز بوحديتو كناكلوها هكذا ملدد ومرافق مع الخضار كيجي خفيف وزوين سوفي غدي ناخد هنالفلا في الالوان في الاحمر والاسفر ويلا كانت توفر عندكم حتى ففلا في اللون اخضر يسعطي واحد اللون زوين ونكهاء للروز مهم اللي كان كان ديبانيو به سوفي غدي نشحر ديك الففلا مزيان وهناي عندي واحد يطرق ديال المراق ديال الكروفيت يعني استعملت الكروفيت في البسطيلة وتبقوا عندي ديكو الرويسات فاخديتهم حضرت بيهم المراق اضفت لهم كيميا ديال الما وخليتهم كيطيبوا مع الما ورقصيد ناموسا وطريفات نتاع الحمض واحد نس ساعة وبعد كنصفيهم وكنحتفض بيهم في المجمد حتى كنصقي بيهم اما الشربة او لها كدايا الرز سوفي ضفت هنا في الفلا في الواحد شوية ديال الملحة وحتى في المراق ديال الكروفيت غادي نضيف شوية ديال الملحة لان ما فيش الملحة وهنا غادي يسخن عندي ديك المراق غادي نضيف واحد شوية ديال زيت الزيتون وغادي نوضع فيه الروز ديالي كيطيب هنا يا ما عبرتش لانو يعني موالفة كان طيب الرز فإلا ما عبرتوش حتنتو مايا تخليو الماء يكون فايت الرز بواحد سنتيم يعني سنتيم واحد او عقلة ديال أصبوع يعني فاش كنخشيو ايدينا الاصبوع ديال سبابة اللي كان نديرو به تشهود في الصلاة فكان غطصوه في ديك العقلة الحزة الأولى أو الشريطة اللولى في السبعة ديالنا يعني قياس سنتيم ديال الماء باش كيكون الماء طالع فوق من الرز صافي كان حركو تحركة خفيفة باش ما يتعجنش وغي كيباليا بدكي يغلى لوجه ديال ديال الرز كان مهيل عليه النار وكان حسب ليه بالضبط ثمانية ديال دقيق على حسب كل ماركة شنو كيكون مكتوب في العلبة انا مكتوب عندي ثمانية ديال دقيق كيكون طاب ووجد كنحركو كتشوفو ما شاء الله شرب الكيمياء ديال السوائل اللي درنا له كاملة وجهو هادك صافي ديال ما غديش نغطي عليه غدي نخلي هكذا يا كي تهوى باش يبقى الحباة مفروزة ما شاء الله كيما كتشوفو تولي بحال الحباة ديال الشعرية كيبقى محافظة على شكل دياله ومكيجيش معجن صافي غدي نرجح نيل حد ديالي راه طاب وغادي نزيد الخضار اللي كانين عندي على حسب الرغبة ديالكم انا هنا عندي في الفلاف اللون الاحمر والاصفر عندي مزيودات متاع الحرور عندي معطيشة دوائر فهادو بغيتهم غير يتسهضوا يدخلهم طياب واحد شوية ويبقاوا محافظين على شكل واللون ديالهم باش نرافق او نزين بهم طبق ديالي ديال الاروز بالسمك صافي كما كتشوفو تنجرة ديالي صغيرة فمل احسن ما تحركوش الاروز البسمتي يعني بشي مغرف او لشي حاجة حركوه غير من اليدين ديالي تنجرة كتبقاوا تاخدوه تنجرة وكتحركوها باش كينساجم وكيبرد عندنا بلا ما يتعجن صاف كما شفتونا نزلتنا الكيمية نص ديالكيمية في دك الطبقة اللي غادي نقدم فيه والكيمية المتبقية خليتها في تنجرة وغادي نضيف لها الفلافيل مع التومة والبصلة اللي شحرناهم وغادي نحرك كيميك تلكم غيب وييد ديالي تنجرة كننهز تنجرة من جوج دياليدين حتى يتحرك دك الخليط اللي كينفيها مش كيبقى عندي كما كتشوفو الروز بس ما تيحبا على لختها كيجي غزال سوف ما بقى ليا إلا نقدم الخضيرة ديالي مع الحوت بهذا الطريقة هذي كل سيدك تزيين بالشكل اللي كيعجبها سوفي غادي ناخد هكيا شي مغرفة وبدن نهز الحوت ديالي كيجي طايب زبدة ومشرمل على حقو طريقو كيجي هاد طبق ساهل وسريع وهاد النهار هادا صراحة ما كيبقاش الوقت باش نعجن دائما تيفكني صراحة الروز لانو كيميك لكم قبل ما العيد كان تقدو كيمياء ديالي الحوت باش كنحتفظ بيها في الكونجيلاتور مهم إلا شجعتونا إن شاء الله بزاف بزاف فأكيد غادي نقدر نصور لكم الروتين ديال الأيام قبل ما العيد شنو كان وجد شنو كانحتفظ به في المجميد أو تفاصيل وحد آخرى مهم دائما كيبقى تشجع هو الحافز اللي كيخلي بنادم يجتهد كتر وكتر سوف يكون زينت طبقة ديالي وكتبقى عندي الخضراء كنحتفظ بها على جنب وذيك اللاصوس اللي تبقى عندي في الصينيارة كنجمعها اللي بغى المزيد من المرق كيسقي الروز أحداه وكيأكل بصحة والرحة هذا هو الطبق ديالي وما كنت من نحته وإن شاء الله هنا لإعجاب ديالكم وتوصلوه لعدد كبير من اللايكات ما بقى ليا في النهاية إلا نتمنى لكم إن شاء الله واشركم بروكة الله يدخل عليكم العيد الكبير إن شاء الله ديال العيد الأضحاب صحة والسلامة ومزيد من الرزق إن شاء الله وتقبل من الله منا ومنكم صالح الأعمال مما بقى ليا إلا نقول لكم تالله فريسكم وأستودعكم في حفظ الرحمن مع السلامة ترجمة نانسي قنقر